زي ما كنت بتكلم كده مع الزملاء واحنا بنتكلم عن دراما رمضان الانتاج المصري للدراما انتاج ضخم يعني خلينا نقول انه مصر طول الوقت عندها الريادة في موضوع الانتاج ودايما كنت بتلاقي هذا التنوع ولكن لو انت حطيت كده الدراما المصرية لهذا العام 2023 وبصيت على الخريطة هتلاقي نفسك بتتفرج على مصر في حقب مختلفة اولا خلينا ناخد من رسالة الامام لما تعود انت لهذا العصر وخصوصا يعني قدوم الامام الشفعي الى مصر وما حدث وعلاقته بالمصريين واذا حصل وكمان انا سعيدة في المسلسل انه المسلسل مش كله باللغة العربية الفصحة بالعكس هما لقوا الجانب انه هما اهل الفصطات تسمع اللهجة بتاعتهم لانه المصريين ما كانوش بيتحدثوا طول الوقت باللغة العربية الفصحة انتوا عارفين ان احنا طول الوقت كمصريين عندنا لهجة في كتاب الاديبة الكبيرة رين باسيوني كتبت في اعتقد في كتابها عن القطايع وبالتحديد عن احمد ابن طولون وهو بيتكلم عن المصريين كان عايزهم يتبوأوا اماكن كثيرة في الدولة فكانوا بيقولوله معقولة هتخلي المصريين ياخدوا الاماكن الكبيرة قالهم هما اكتر ناس بيحبوا بلدهم ويحفظوا عليها فهنا علقوا قالوا بس اللهجة عندهم مش سهلة يقصدوا ان لهجتهم ما كانتش باللغة العربية الفصحة اللهجة كانت فيها من العمية هو المصريين اخدوا اللغة العربية وبسطوها على نفسهم في رسالة الامام ده واضح جدا لكن اجمع ما في رسالة الامام حاجات كتير بس انا بتوقف عند الحكم والجمل اللي بيقولها الامام وبتنزل بصوته الحقيقة بنبقى مستمتعين جدا لان هي حكم تقدر تلاقيها او جمل او زي ما انتو تشوفوها احنا عايشين بيها حتى اللحظة يعني لو تم حتى اخذها من المسلسل وبقينا نشوفها على فترات هتلاقي هي اللي بتعينك وتديك طاقة طيب الكلام اللي بيقوله ده مش هو الكلام اللي بيكتب في الكتب الاجنبية زي سيكرتس والطاقة والاجابية ايوة هو نفس الكلام بس هنا طبعا يعني قد ايه الكلام طالع من القلب وبالنية وفيه كده علاقة روحانية جميلة اجمل ما في الامام كمان التصوير الرائع الحالة الجميلة كان فيه كده عنده بالذات في الحلقات الاولى البداية وهو يعني قادم من بغداد الى مصر والسحراء والجمال وهي مشية وازاي كانوا بيمشوا مسافات طويلة بالجمال يعني ازاي كانوا بيتعبوا كل هذه المشقة العظيمة في الحلقات الاولى مثلا وهو بيتكلم وكانت يعني زوجته مش قادرة على الطريق طبعا انت متخيل الناس بتركب جمال والتقس الصحراوي اكيد كانت حاجة يعني صعبة طول الوقت لكن انا سعيدة انه في التوقيت ده نعود ونعود الى الامام الشفعي ونعود وكمان نعرف تفاصيل ليه اجيال كتيرة جدا لا تقرأ يعني ما عنداش وقت يعني بلاش انا ما بحبش هتهم الشباب بس خليني اقول ما فيش وقت فحيبقى حلو جدا لو انت بتتفرج والاسرة وتشرح وتقول بذات الجيل الصغير يبقوا عارفين كويس قوي انه الجيل الصغير ده تقدر يتنور عنده حاجة لما حيشوفها بالعين ويشوفها بالكاميرا ويشوفها بالاداء التمثيلي حيكون تأثيرها كبير جدا عليه طيب زي ما قلت لكم وانت بتتفرج على مصر وعلى حقب معينة هتلاقي نفسك مثلا بتروح عند سر والباتع عند الأديبي كبير يوسف إدريس تقف عند وطنية المصريين الوطنية اللي كانت موجودة والرواية دي بتاعته كانت الحقيقة نشرها في اخر الخمسينات كان وقتها الأديبي كبير يوسف إدريس عمره 31 سنة فهو كان شايف ان وطنية المصريين امام اي استعمار فرنسي او ايا كان دي وطنية المصريين تيجي بقى مثلا للحقب الاجتماعية تقف عند السوق الكانتو فتلاقي برضو ان المصريين كانت تجارة كان عندهم تجاريتهم الكانتو ده بدأ من الاسكندرية كان من إيطاليا اللي بيسموها البالة أو الملابس المستعملة كانت بتيجي عبر السفن وتبقى موجودة في اسكندرية وبعد كده اتنقلت للقاهرة ومنها ايضا لبعض المحافظات ولكن فضلت الكانتو فهتلاقي كلمة كمان مصرية متخدة من اللهجة الإيطالية وهي فكرة ايه انت رايح الكانتو دي هدوم الكانتو ففكرة حلوة قوي كمان ان الدراما بتاخدك الى حقب معينة حيث التجارة كانت عاملة ازاي والتبادل والشارع عامل ازاي والفتوة اللي هو مش بس فتوة بلتجي لا بالعكس فتوة اللي هو بيدافع عن الناس وياخد لهم حقهم فزي ما قلتلك انت حتلاقي نفسك بتروح تشوف مصر في حقب كتيرة وفترات كتيرة متنوعة وده اهم ما تقدمه الدراما طول الوقت خليني كده ارجع بقى ما احنا منتكلم عن الدراما هتبقى فرصة كمان ان احنا نشوف نجومنا نجوم المصريين دول على فكرة انا عايزة سميهم كنز لانه انت استحالة يصلك اي مادة الا بفنان مبدع فنان عنده من الطاقة عنده من الخبرة عنده من الكياسة كياسة يعني ايه ان هو يقدر يتعامل مع الكاميرا وكأنه مش شايف زي ما انا بتكلم حضراتكو كده انا بتكلم معاكم وكأني شايفاكو يعني كأني منضمة ليكم في المكان اللي انتو موجودين فيه بالنسبة بقى كمان ليه الفنانين الفنانين اكتر لانه هو بيدرس الشخصية بيذكرها وبعد كده بيفصل بينسى زيته الحقيقة ويعيش في الشخصية ولما بيعيش في الشخصية هو فنان مخدرة وعنده خبرة بتطلع منه شخصية حتى احيانا هو نفسه ما بقاش متخيل انه يقدر يعمل الشخصية دي بالاداء دي